موسيقى موسيقى أهلا بحضراتكم في برنامجكم كون أنت وحلقة جديدة من حلقتنا الخاصة في الدين النصيحة النصيحة ليست الخطابة ليست الكلمة ليست اللسان ليست الفصاحة التي يملكها النخبة دون سائر الخلق النصيحة هي الخلوص الصدق النقاء البراءة سلامة القلب إسلام الوجه لله ليه هذا المعنى يملكه كل إنسان أو متاح لكل البشر عشان كده اتخذنا شعار حلقات الدين النصيحة قول الله عز وجل وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُّ الْقَيِّمَةَ ولأن حلقاتنا مع حضراتكم سابقة الإعداد ومدروسة ومركزة فإحنا بنهدف من بيان الدين النصيحة إن النصيحة بالمعنى اللي إحنا بيناه في اللغة وفي سياق فهمنا بمعنى الإخلاص والنقاء والصفاء وسلامة القلب وسلامة وإسلام الوجه لله هي الدين اللي بيأمن صاحبه يوم لقاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من قطى الله بقلب سليم وكمان هي الدين اللي بيأدي إلى المعاملة الصحيحة مع الله ومع الخلق سلامة قلبك وسلامة ضميرك وإسلام وجهك لله وخلوصك ونقاءك وصفاءك هو الأساس في التعامل مع الخالق ومع الخلق أفكر حضراتكم بموضوعنا السابق كان عن النصيحة في وصايا الله عز وجل لموسى في رواية ابن واهب اللي رواها سعيد ابن أبي هلال وكمان ذكرنا وصايا نوح عليه السلام لابنه عنده في مسند البزار النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن النصيحة في وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة النصيحة يعني ايه الخلوص والنقاء والصفاء في الوصية دي في وصية من سيدنا رسول الله للأمة مطلوب ان احنا نفقها بالنصح اللي هو الصفاء والنقاء والإخلاص ايوا فان هذكرنا حضراتكم وصية سيدنا النبي بصون حرمات الناس ووصية سيدنا النبي بصون حرمات الزائرين والمقيمين ووصية سيدنا النبي بحماية والنقاء في التعامل مع المجتمع بما يعرف الموطنة في لغة العصر وكمان هنتكلم عن وصية سيدنا النبي للأمة وهو بيودع الدنيا بالصلاة ومرعاة حق الذين لك يد عليهم نبتدي ببيان وصية سيدنا النبي بصون حرمات الناس ده كان في حاجة الوداع قبل ما سيدنا النبي يموت بأقل من ثلاثة شهر في حاجة الوداع وهو في ميناء عند الجمرة القبرى فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي بكرة وهذكر أحضركم رواية أبي بكرة لما سيدنا النبي بيقول إيه للحجاج عشان يبلغوا أهل الأرض يبلغوا مين أهل الأرض سيدنا النبي أرسل لكل أهل الأرض لم يرسل لناس دون ناس فبيقول لهم أيها الناس عشان كده يشوفوا الخطاب إيه أيها الناس ما قالش أيها الحجاج ما قالش أيها المسلمون قال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا قد بلغت اللهم اشهد في قوله صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أوع من سامع كأن سيدنا النبي بيقول لهم شوفوا أنتوا ممكن تسمعوا كلامي وما تدركوش معناه العميق بلغوه الجيل التاني هيفهم المعنى الأعمق منكم والجيل التالت هيفهم المعنى الأعمق من الجيل التاني والجيل الرقواها كذا مما يدل على إن سيدنا النبي عاوز ينشر موجة بعد موجة لما ينتشر على مستوى الأرض إن الإنسان له حرمته إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام محدش فينا يعتدي على حرمة الآخر لا نفسه ولا ماله ولا عرضه ولا أي كل واحد سيد زمي الآخر ثم قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضربوا بعضكم رقابة بعض اللي هيضرب رقاب الآخر ده سيدنا النبي وصفه بإنه كافر ده وصف سيدنا النبي كافر بإيه؟ كافر بالحق ده كافر يعني منكر منكر لحلمة الآخرين ما هو أنت؟ أنت شايفني؟ لما تنكر وجودي يبقى أنت إيه؟ كفرت بيه أنا شايفك؟ لما أنكر وجودك يبقى أنت إيه؟ أستغفى الله كفرت بيك نفس الأمر تعرف أن ليه فلوس وليه عرض طب لما أنت تنتهك عرضي كفرت بعرضي وده اللي بنشوفه بكل أسف في من يلوك في عرض الآخرين نكفر بعضنا لا مش أنت لغيرك له عرض وانت لك عرض أنت يرضيك حد يكفر بعرضك عرضك يعني سمعتك وشرفك تعالوا بقى نشوف وصيد سيدنا النبي بصون حرمات المقيمين والزائرين اللي هم مهماش مواطنين ده دول زي السياح كده نسمع لسيدنا النبي بيقول لنا إيه؟ الناس اللي هم على غير الملة وجايين يزورون أو جايين مرور أو جايين إقامة اسمع لسيدنا نبيقول إيه؟ ألا من ظلم معاهدا يعني إيه معاهدا؟ يعني دخل بإذن دخوله الدولة ودخوله البلد بإذن واخد تصريح ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه مجرد بس كده انتقص من قيمته الإنسانية أو كلفه فوق طاقته الله عليك يا رسول الله ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس أفكركم بمن ده؟ بمثال له يعني واحد يشوف زبون جديد غريب من عن البلد يعل السعر واحد سواء تاكسي وشف زبون يوم يعل السعر أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة فأنا إيه؟ حجيجه يوم القيامة الحديث أخرجه أبو داود عن صفوان ابن سليم عن عدة من أبناء صحابة سيدنا رسول الله عن آبائهم من الصحابة خدوا كمان حديث آخر بيبين حق وحرمات الضيوف والمقيمين دول لما سيدنا يقول إيه؟ من قتل معاهد ده في صحيح البخاري بقى صحيح البخاري يعني عبد الله بن عبد بن عبد بن عاص من قتل معاهداً معاهد يعني إيه؟ واحد واخد عهد عهد أمان واخد عهد أمان بوضع أو آخر من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة يعني لن يشم رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً تعالوا بقى نشوف وسيدنا رسول الله بالمواطنة اللي ورد في حديث أخرجه البخاري ومسلم عن أسامة ابن زين من أجمع إلى حديث اللي بتبين أن المجتمع الشعب لازم يعيش منسجم لازم الشعب ده يعيش نسيج واحد لازم نبرة الملة بين الإنسان والإنسان الدين بين الإنسان والإنسان في الدولة الوحدة غلط أيها غلط أنت لما تدينت تدينت لله مش تدينت علشان تغيز أخوك ولا علشان تعمل مناظرة مع جارك أنت لازم يبقى فيه بينك وبين جارك السيادة للأطراف كلها فأنت تدينت لله وهو تدين لله آه أنت ممكن تكلمه وتقوله أنا على مل كذا وأنا مؤمن بكذا وهو بيقولك أنا مؤمن بكذا آه كده فيه ندية وفيه شرف وفيه مواطمة شوف بقى سيدنا النبي فيما أخرجه البخارية مسلم عن أسامة بن زيد بيقول إيه أسامة بن زيد إن سيدنا النبي مر في المدينة المدينة المنورة المدينة إيه المنورة سيدنا النبي مر فيها فوجد مجلس المجلس ده ناس قاعدة مع بعض شباب قاعدين مع بعض فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبية الأوثان واليهود والمسلمين أصحاب أصحاب قاعدين مع بعض بكل أريحية أخلاط من المسلمين والمشركين عبية الأوثان واليهود والمسلمين فنازل صلى الله عليه وسلم وسلم عليهم ودعاهم إلى الله دعاهم لمين؟ إلى الله دي حتة مهمة قوي عارفين يعني إيه؟ دعاهم إلى الله الذي جمع بينهم مش الله هو ملك الفطرة والكون وهو اللي أعطى الحق لكل إنسان فمن شأف المين وشأف المين يكفر دعاهم إلى الله اللي جمعهم ده ربنا اللي جمعكم لو جه حد تاني هيفرأكم هيخلي ده الوحد وده الوحده إذن يجب أن ندعو إلى الله أي إلى الجمع لأن ربنا رب كل الناس إله كل الناس فدعاهم إلى الله قال لهم أنتوا كده مجتمعين اللي جمعكم ربنا إيه اللي جمعكم؟ الفطرة السوية تعالوا نشوف بقى وصية سيدنا النبي بأصول الحكم أصول الحكم يعني في نظام للحكم أيها فندم أنتوا الحكم ده منك فيكم مش إحنا لما نكون ثلاثة بنأمر أحدنا يعني إحنا اللي بنختار من الرئيس نفس الأمر الشعب المئة مليون اختار الرئيس وذنما اختياره بآلية وأريحية طيب لما أنتوا اخترتوا الرئيس يبقى الرئيس ده له حق سمعه طاعة ولا لا مش إنتوا اللي اخترتوه مش تم اختياره صح إذن له حق سمعه طاعة ولا لا سيدنا النبي وصل بهذا في حديث العرباض ابن سارية فيما أخرجه أحمد إن سيدنا النبي صلى صلاة الصبح اللي هو صلاة الفجر في يوم من الأيام وبعدين أقبل على الصحابة فبيقول العرباض ابن سارية فوعظنا موعظة بليغة ضرفت منها العيون ووجلت منها القلوب حتى قال قائل يا رسول الله إن اللي انت عملته ده كأنها موعظة مودعة فماذا تعهد إلينا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله تقوى الله يعني تتابعوا الأصول المراعية تقوى الله مش بالمعنى اللي بيخليك بعيد عن الكتاب اللي بيقول تقوى الله إنك تأتي بالشيء على أصوله أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا طالما اخترتوا رئيسكم يبقى لازم يستمي والطاعة البلد مش يتمشي ولا الاستقامة ولا استقرار أوضاع يتم إلا بذلك فإنه من يعش منكم بعد فصيرى اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز مين الخلفاء الراشدين المهديين انتوا فصرتهم وبعض فصرهم بالخلفاء الأربعة أنا بعتذر لا كل خليفة وكل حاكم راشد عرف يبني الحضارة ويأسس المجتمع على التوافق ويحقق مصلحة للشعب ده حاكم راشد ولا لا يعني وإلا يبقى احنا يعني متحكمين في كلام سيدنا النبي لا سيدنا النبي بيقول لنا شوفوا اي حد عمل بصمة حلوة خدوا بيها يبقى حاكم راشد فتمسكوا بيها وعضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة المحدثة التي تغير أمر يخرج عن المألوف طبعا التفسير في بعض الخطاب الديني اللي فصر البدعة على انها المخالفة للأوضاع الحياتية التي كان سيدنا النبي بيعيشها إزاي؟ سيدنا النبي كان بيعيش زمن وإحنا بنعيش زمن تاني لو انتوا عاوزيننا نعيش زمن سيدنا النبي يبقى كان المنطق إن احنا نعيش أيام سيدنا النبي لكن احنا النهاردة عايشين أيامنا مش عايشين أيام سيدنا النبي إذن لازم كل إنسان يعيش يومه الآخر شيء إن سيدنا النبي وصى بالصلاة وبالضعفاء ده فيه وهو بيودع الدنيا في مهرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن العباس إن سيدنا النبي بيقول أو العباس رضي الله عنه بيقول إن أنا كنت عند سيدنا النبي وهو بيهمس في سكرة الموت وبيقرأ من سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة بعد لما قرأها قال إيه؟ قال أوصيكم بصلاة أوصيكم بما ملكت أيمانكم الصلاة صلاة بن عبد والاعل parallicide كل واحد يوصي ولاده كل واحد يوصي نفسه الصلاة طريق أصيها بس وأمر هلكا بصلت واصطبر عليها وأوصيكم بما ملكت أيمانكم مين الذين ملكت أيمانكم اللي لك إيد عليهم اللي توقيعك يؤثر فيهم اللي كلمتك تأثر فيهم انت ايدك تملك اذا يجب ان تتقل الله فيهم وما تنضيش الا على الشيء اللي فيه مصلحة ومتجردة الدين النصيحة بالتجرد بالاخلاص ثم قضي صلى الله عليه وسلم ومات في هذه اللحظة اذا الدين النصيحة الدين البراءة الدين الصدق الدين الامان الدين سلامة القلب الدين تسليم الوجه لله الدين النصيحة حلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن النصيحة في وصايا سيدنا رسول الله بالعمال ووصايا سيدنا رسول الله باهل الجوار مع الدين النصيحة يا رب نلتقي ونشوفكم دايما وانتم في احسن حال